بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم 38 لمجلس الوزراء الموافق 17 أيلول عام 2023 بناء على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية وبما يضمن حقوق جميع مواطني أبناء وطننا وفي إطار إنجاز الإجراءات التدقيقية والرقابية التي تحقق الشفافية والمصداقية لإيرادات الدولة ونفقاتها وبهدف توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية تسويت ما بذمة الإقليم تنفيذاً للقانون رقم 13 لسنة 2023 قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و24 و25 قرر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق المرقم 23500 لسنة 2023 ليكون كالتالي واحد تتولى مصارف الرافدين والرشيد وتي بي آي إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره 2 تريليون و100 مليار دينار عراقي للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية ب700 مليار دينار لكل دفعة ابتداءً من شهر أيلول اثنياً تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة واحد آنفاً من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بعد تسوية ما بذمته اثناثة وفي حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافية لتزديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة اثنياً آنفاً تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2024 أو من أي مستحقات أخرى إلى المصارف المذكورة قبل دفع أي مستحقات إلى الإقليم أربعة تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية إلى مبالغ قرض كل منهما تسحب بعد تنفيذ الفقرتين اثنياً وثلاثة المذكورتين آنفاً خمسة يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة إلى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران قرار الموافقة على إصدار نظام صندوق إعمار سنجار وسهل نينوة استناداً إلى أحكام المادة 46 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 والبند ثالثاً من المادة 80 من الدستور قرار وتنفيذاً لما جاء بالمنهاج الوزاري الذي صوت عليه وأقره مجلس النواب المحور الثاني عشر الفقر خمسة إصلاح النظام الضريبي وتحسين بيئة الأعمال قرر مجلس الوزراء ما يليه واحد تعتمد الحسابات والبيانات المالية المصادق عليها من مراقب حسابات مجاز أساساً للاحتساب الضريبي بعد مصادقة من مجلس محنة مراقبة وتدقيق الحسابات على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات والمقدمة من قبل المكلفين كافة أفراداً وكيانات وشركات ومكاتب لدي الحيئة العامة للضرائب اثنياً بالنسبة للبيانات المالية المقدمة من قبل المكلفين إلى الحيئة العامة للضرائب وغير مشمولة بالتدقيق من مراقب حسابات مجاز استناداً إلى نظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم اثنين لسنة 1985 فيسري ما ورد في الفقر واحد أعلاه على أن تكون منظمة من قبل مكاتب تنظيم الحسابات المجازين من قبل نقابة المحاسبين والمدققين الثلاثة يتم استيفاء مبلغ الضريب حسب البيانات في الفقرتين واحد واثنياً أعلاه وإبراء ذمة المكلف مباشرة أربعة للهيئة العامة للضرائب تدقيق الحسابات المقدمة في الفقرة واحد أعلاه وفق آلية يتم إعدادها بالتنسيق بين الهيئة العامة للضرائب وديوان الرقاب المالي الاتحادي وجمعية المحاسبين القانونيين وفي حالة وجود أي خلل محاسبي أو مالي يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية وتتضمن الآلية إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي خمسة إلزام جميع المكلفين وخاص المستوردين إبراز وثيقة تثبت براء الذمتهم صادر عن الهيئة العامة للضرائب وتكون مدة نفاذية براءة الذم سنة قويمية واحدة من تأريخ صدورها ستة إلغاء الاستعلام من الحاسب الخاص بشراء العملات الأجنبية لكافة المكلفين السابقة والحالية لدى مراجعتهم للهيئة العامة للضرائب سبعة عدم استيفاء الأمانات الضريبية بالمنافذ الحدودية المعمول بها سابقا ويتم التحاسب الضريبي في مركز الهيئة العامة للضرائب والفروع حسب جهة تسجيل المكلف في دوائر الضريبة وفق الآلية الواردة في الفقرتين واحد واثنين ثمانية يسري هذا القرار على المكلفين المتخلفين عن التحاسب الضريبي قبل صدوره قرار واحد اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 23213 لسنة 2023 بحسب الآتي الموافقة على تعديل سعر منتوج القاز المجحز لشركات القطاع الحكومي في وزارتي النقل والتجارة ليصبح 400 دينار للتر بدلا من 750 دينار للتر اثنيا ينفذ هذا القرار بدءا من تأريخ 11-2023 الثلاثة اعادة النظر في الموضوع المذكور آنفا في نهاية السنة الحالية 2023 قرار اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 231073 لسنة 2023 بحسب الآتي واحد الموافقة على اعتماد المعطيات المبينة في كتاب وزارة النفط المرقم بالعدد واو إلى 578 المؤرخ في 8-8 عام 2023 أساسا لمضي وزارة النفط بتعديل عقد الخدمة لحقل غرب القرن اثنيا ينفذ هذا القرار بدءا من تأريخ إصداره قرار تخصيص وزارة المالية مبلغا مقداره 15 مليار و140 مليون و400 ألف دينار فقط إلى وزارة الداخلية من تخصيصات احتياط الطوارئ استنادا إلى أحكام المادة 6 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و24 و25 لإنشاء جدار كونكريتي على الحدود العراقية السورية قاطع المنطقة السادسة حدود استكمالا للجدار السابق بطول 50 كيلومتر على أن يكون التنفيذ بأسلوب المناقصة العامة قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 23 1175 لسنة 2023 بشأن مشروع ماء البصر الكبير المرحلة الثانية P2R عقد تجهيز ونصب محطة كهرباء متنقلة بحسب الآتي الموافقة على تعديل الأسعار للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية إحدى تشكيلات وزارة الكهرباء قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 23 1198 لسنة 2023 بشأن تعديل الرسوم المقترحة لمنح وتجديد الإجازة للمرافق السياحية وشركات السفر والسياحة بحسب الآتي الموافقة على تعديل رسوم منح وتجديد الإجازة للمرافق السياحية وشركات السفر والسياحة بحسب ما جاء في محضر اجتماع مجلس إدارة حيئة السياحة قرار واحد الموافقة على زيادة رأس مال دار الشؤون الثقافية وزارة الثقافة المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة تحديد رؤوس الأموال في وزارة المالية بمبلغ قدره 3 مليار 308 مليون 773 ألف دينار بدلاً من 15 مليون دينار استناداً إلى أحكام المادة رقم 10 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل اثنياً أخذ وزارة الثقافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في الفقر واحداً المذكورة آنفاً شكراً شكراً